يقول خبير أوروبي العدد الكبير من حملة الشهادات العليا في جميع الاختصاصات في العراق يشكل حالة استثنائية في التنافس العلمي ليفتح تساؤلات عديدة في العلاقات بين تنامية ظاهرة على الطريقة العراقية ومدايات توظيفها في الكسب الإداري والمالي ولا يبتعد رأي الخبير الأوروبي عن وجهات نظر المختصين في حقول التعليم العراقية المختلفة بعد أن تحولت الشهادة العليا إلى غاية قبل أن تكون هدفا نتيجة تكاثر الجامعات الأهلية وتراقي الرقابة الحكومية مع تأكيد عدم استفادة العراق من أغلبية هذه الشهادات التي تحولت لما يشبه البهرجة المجتمعية ويحضر المختصون من استمرار هذه الظاهرة واستغلالها من شهادة مختلفة سواء عبر تنشيط الجامعات الحزبية أو الاستغناء عن الكفاءات العلمية ذات الخبرة والتجربة لصالح حملة شهادات بتسكية مختلفة ما يهدد مستقبل جميع المهن العلمية في ظاهرة عراقية هي الأخطر من نوعها على مستقبل الأجيال المقبلة مع تأكيد بأن الخلل ليس في شهادة العلمية بل طرق وأهداف الحصول عليها خرج الحاجة الحقيقية للشعوب